ليه تعمل كده؟ ليه؟ كنز الدنيا كلها ما تسويش حاجة يعني بابا أغلى من كنز الدنيا كلها كان بيدي له كله عايزه بيشتروله لبسه بيأكله بيشربه كان بيصرف عليه وامراته من ساعة ما شرب مخدراته وأخلاقه بايزة يمسك عليهم سنجة في حد يمسك علي ابو وامو سنجة ضربوا بالبنيات بقبطت ايده قالتلي دموت ابو كيمة ضرب اللي حصل ان هو سرق مترغس تلا بتاعتنا يعني فاجيه اما بتزعق معي وبتضربه وكده بتقول له ليه بتعمل كده احنا مش حارمينك من حاجة كل حاجة من اديه لك يعني بتاخد حاجتنا ليه تباحها بملاليم وكده لان الحاجة المسروقة بتباع بعشرة عشرين جنيه مش اكتر من كده فرح ضربها ضرب ماما اه ضربها بالقلام بالشلاليت بابا جي حوش عنها قمسكوا مويتهم الدربة وانا مكنتش ضرب ابوه اه ضرب ابوه وانا للاسف ما كنتش موجود انا كنت معجوزي وعيالي في مركز شباب منشي التحرير كنت يعني بفسحهم يموتكم معه كده لقيت ماما بتتسل بيه ندعت الجيران وحشوه بس بعد ما موتهم يعني متضرب موتوا بايه؟ لا ضربوا بالبنيات بابطت ايده اه والدك مات تحت ايده هو بيضربه اه بعد ما ضربوا بيومين قعد يومين يطلع في الروح والمستشفى كتا عايزة تحجزه ماردوش بيتحجز لاني بابا ما بيحبشه هو مات من الصدمة ان ابنه ضربوا من الزعل ولا من ضربات من الكذب والحزن وكتر الدرب يعني الدربة اثر عليه موته طبعا اه الطب الشرعي بيقول لي تعمى من كدر الدرب اه تعمى هو كان بيجوف كويس اه اه واربع دلوع قسروا اربع دلوع هنا وارب مش قلب والرئة في الناحية اليمين برضو بوزد طب ليه؟ هو عمل معنا كل خير معلموا بكاريوس تجارة وقسم انجليزي اه كان بيدي له كله عايزه بيشتري له لبسه بيأكله بيشربه كان بيصرف عليها وامراته كان بيجيب لامراته كل حاجة ده والدي بابايا كان بيصرف علي امراته اخوكي؟ واخوها ما كانش عايز يشتغل كانش عايز يشتغل هو كان متدلع يعني زيادة علي زوجه ما تجوز ازاي لما امام بش مشتغل؟ هو هو بابا اللي جوزه برضو برضو كم سنة؟ خمسة وثلاثين سنة شرب مخدرات ايه؟ من سبع تمان سنين تقريبا وبعدين انا شايفة المخدرات اللي مش مبرر ان توصل بين ادم لكده انت مش قد حاجة ما تشبهش يعني مثلا هو شرب مخدرات يجي يختسبني وان اخطو واقول ده شرب مخدرات معلشي ما مش حاسس ان انا اخطوه ولا ايه يعني ليتي الام وابوه مسك عليهم سنجة يعني مسك عليهم سنجة في حد يمسك على ابو امه سنجة هو حاسس وفاهم كويس قوي ان ده ابو عارف ان ده ابو واعي يعني بابا ما كانش اخلاقه قبل المخدرات وبعدها اخلاقه هو كان كويس وكان محترم وما كانش بيدايق حد ولا يزعل حد كان كويس يعني ما كانش بيعرف حد بحش لما تصحب بقى على الشباب البيضة وخطب وسب خطبته هو في سنوي بدأ بقى يمشي في سكة المخدرات دي ومن ساعة ما شرب مخدراته هو اخلاقه بيضة يعني قبل ما يشرب هو كان عصبي شوية بس لكن بقى اما شرب مخدرات اخلاقه بازته واخلاقه ساعت معيني بابا وماما ربينا كويس جدا ما بنعملش حاجة غلط وما بنقصرش كلمته يعني حتى لو بابا مسك الجزمة وداني بياه فانا كان عيني بتبقى في الارض منه اللي انت عايزه يا بابا مفهود يعني ما انا خلينا اقولك ان السرقة يعني كانت عشان يشرب مخدرات اكيد ما كانش معه فلوس فصرق عشان يبيع ويجيب مخدرات هو عايز زيادة بقى يعني هو متجوز ومخلف مش مخلف يعني هو متجوز بقى له سانة اه امراته حامل وبرضه مازال والدك ووالدته اللي بصرفه علي اه ثبت البيت ومشت عشان هو بيضربها كل شوية اه وعشان هو بيشرب ومش عايز يبطل شرب مخلفة كان ايه مخلفة كان ايه لما عرفت ان ايه ما كلمتنيش والله ولا عزتكم ولا عزتني بنت خالي على فكرة وبنت خاله مش غريبة يعني بس يعني طب انت عملت محاضرة قبل كده ان هو مسلا بيدرب والدك قبل ما يقتله ودرب خمس مرات وبابا ودى المساحة مرتين وتالت مرة كان في المساحة برضو ودربه قدام صحابه وصحابه كلهم شاهدين الشارع كله شاهد عليه الجيران اللي في العمارة بتاعتنا شاهد عليه يعني ايه عمرتنا يعني ايه هو لو كان انت معام في اي حاجة كان قال لي وانا كنت كنت خلته كتابقه بس ما كانش عمل فيه كده يعني يعني هو كان ده كله عايز يكتب العمارة باسمه؟ ما عرفش هو مش عارف لو شايفته لله قل له حزب الله وانا اعمل وكيل فيك بس ربنا ينتهم منك عشان انت ايه؟ عشان بابا مستهلش كده يعني بابا بابا حد كويس قوي يعني بص بيحترم السوار قبل الكبير بيضيف الناس كريم جدا ما بيزعلش حد منه يعني والدي ما بيزعلش حد منه خالص الله يرحمه وفي الجنة ان شاء الله ونعمها يعني ولو اقولك لو يعني لو ربك قلبي كان تمر في التربية معلمه ومربيه ومجوزه وخمسة هاتين سنة وبيصرف عليه كل حاجة يقوله عليها يقوله حاضر يعني هو اخويا اللي كان اخويا انا دلوقتي بيعتبروش اخويا لو هو كان كان يطلب اي حاجة كان يقوله حاضر عالطرف برتكتب الواقع؟ ما عرفش انا رح تبلغت في اسمين شمس يا موم بتقولي يا مامة بابا بتقولي رح يطلعي تصريح الدفن قلت له انا ده قتل ابنك تصريح الدفن اللي هطلع انا مش هطلع تصريح الدفن انا رح اقول له هو تقتل رح اقول ان ابو بايا تقتل لان هو مش كلبي وراح اروح اتفنه عشان احمي مجرم ممكن يقتني وممكن يقتل عيالي وممكن يقتل ناس غريبة قصا في الشارع ده مجرم وليس ايه؟ اه مسكو انا بعت الحكومة عالمصاح اللي هو كان فيها خدوه من هناك مسكو ومش مسمحا موقف ماما ايه بقى موقف ماما بتقول انت ضيعتي مستقبل اخوكي ولي عملت كده وموقف ماما متعطفة مع ابنها لكن انا مش متعطفة معي ولا ما اتبرخوي وهي عارفة وانا في وانا مع العيال ووجوزي قالتلي يا انجي انا اسم الشهرة انجي يعني يا انجي قالتلي نعم يا ماما قالتلي دموت ابو كيمة ضرب قالتلي ايه؟ قالتلي دموت ابو كيمة ضرب قلتلي طب انت يا مسكتيش حاجة خبطتي بها ليه؟ قالتلي انا عدت اصوت والصدمت قلتلها ليه ما خمس مرات ضربوا واول مرة يضربوا وكل صحاب بابا يا شهدين وكل قيلة بابا يا شهدين وكل الجران وكل الشارع يعني انا علاقتي على فكرة بخيك كويسة جدا وكنت بحبه قوي قبل ما اعمل كده بابا وكننا صحاب وكان بيدافع عني ودفع عنه بس لكن هو يعني ورث ايه؟ بابا اغلى من كنز الدنيا كلها يعني انا الورث الورث اللي ازعبولي انا هبيعه واعمله جامع صدقة جارية على روحه او هساهم في مستشفى السرطان واسا ما فوقه بقى من انا فيه وكده هعمله صدقة جارية تليق بيه تليق بيه عشان هو كان ما عرفش يتمتع بفلوسه هو عايش كان مده عنا كلها كل فلوسه بابا يا موليد خمسين اه خمسة وسبعين تقريبا يعني وكان ممكن على فكرة اللي تتقتل ماما لان هو كان ممسك في ماما في الاول يعني مش مش بابا اللي كان يموت يعني مش هعرف اقولك ايه قلبي معاكم ان شاء الله حقه جاي وانا يعني بحس حقه من مين من اخوك الاتنين هيوجعوك ده اخوك وده لا مش هيوجعني هو كان اخويا وكان صحبي وكان حبيبي وكان كل حاجة في حياتي يعني انا كنت بعتبر اخويا الوحيد معين انا عندي اخوات من الام سا كنت بعتبر ان انا ماليش اخواتها اللي هو بس دلوقتي انا ماليش هتدخل صغير ربنا وماما بس ربنا يبارك لي فيها بقى بس و اه اقولك ايه يعني اقولك ايه ايه بيتنا تخرب معنوش عايزة مانالوعة ومعيني كلنا بنصلي بال수가 بصلي والمامة وانا وعارفين ربنا كويس اوي وبنخاف ربنا مابنخافش من حدف الدنيا بان ربنا ما تابع كده كنز الدنيا جميع ما تسويش حاجة يعني بابا أغلى من كنز الدنيا كلها